في الشأن التربوي الآن وجهت نقابات التربية الوطنية والمفتشون السابقون بوزارة التربية انتقادات لاذعة لعملية الإصلاح التي أطلق عليها إصلاحات الجيل الثاني والتي قررتها وزيرة التربية الوطنية نوريا بن غبريط التفاصيل مع نسيمة الوافي محاولات وزيرة التربية الوطنية نوريا بن غبريط في إصلاح المنظومة التربوية لم يكن لها وقع إيجابي لدى العارفين بالقطع حيث يرى الكثير منهم أن الجين الثاني من الإصلاحات ما هو إلا وجه آخر لإدراج العامية في المدرسة الجزائرية لا نعلن التحسين ثم نقوم بالإصلاح الجذري في كل المجالات فإذا لم ندخل من الباب باللغة العامية ندخل من النافذة بعدم تشكيل الكتاب المدرسي مثل ما قيل تهميش الشرك الاجتماعي في عملية إصلاح المناهج وعدم وضوح الأسس والمعايير المعتمدة يطرح حسب نقابات التربية العديد من علامات الاستفهام اليوم نسمع بتنصيب برامج ومناهج الجيل الثاني نسمع بإصدار كتب جديدة لا نعلم بمحتوياتها ولا نعلم بطريقة إعدادها طالبنا بضرورة تأجيل أي تطبيق إلى غاية معرفتنا بمحتويات البرامج والمناهج الجديدة بضرورة تكوين الأساتذة في كل ما هو جديد لم يكن لنا الحظ باش نطلع على محتوى الكتاب المدرسي اللي لحد ساعة ما نعرفوش يعني المصير تعوي وبالتالي كل ما أخذناه هو عبارة عن محاور كبرى عن بعض النقاط اللي تكلموا عليها بعض السادة المفتشين فهل إصلاحات الجيل الثاني قد تؤجج الصراع بين وزارة التربية والنقبات وتعصف بالهدنة أم أنها مجرد نيران صديقة سعد بأن أستضيف في هذه التسعين دقيقة واحد أو أحد المهندسين ومجموعة من المهندسين لهذه البرامج سيدة ماليكة عباد وهي عضو لجنة وطنية للمناهج التربوية ومفتشة بوزارة التربية أهلا وسهلا بك وكذلك عبد العزيز بالراح أستاذ وعضو لجنة الوطنية للمناهج أبدأ معك سيدة عباد أنت عضو في هذه اللجنة الوطنية الكثير من الكلام راه يتقال على هذه اللجنة من خبراء فرنسيين من تغيير المناهج هدفها إقصاء اللغة العربية كلام كثير حابين نعرفوا كيف يتم عملية إعداد المناهج في اللجنة تاعكم وأنتم من سنوات وأنتم في هذه اللجنة تفضلي شكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا على الاستضافة مرة أخرى أولا لازم نبدأ الآن نعالج الموضوع من جانبه التقني الآن لما بدينا نعد المناهج كأن هناك ثلث وثائق رسمية بين أحضاننا نستطيع أن نعد المناهج على أساس أو الأسس التي تتبنى هذه المناهج أولا إذا خذيت ماذا على سبيل المثال ليس على الحصر الوثيقة هي القانون التوجيهي للتربية وأخذ بالضبط المادة أربعة من هذه القانون التوجيهي الذي يتكلم على المناهج ما هو نص هذه المادة في نص المادة هذا يقول مادة أربعة تزويد التلميذ بكفاءات متينة في وضعيات تواصل وحل المشكلات تسمح بهؤلاء التلميذ بالتعلم مدى الحياة والمساهمة فعليا في الحياة الاجتماعية الآن تبقى هذا المحتوى هو نص قانوني الآن قمنا بأجراءة أجراءناها أكثر عملية أكثر وضوح في وثيقة أخرى يسميناها الإطار المرجعي لإعداد المناهج يعني الإطار الذي نستطيع أن نعد عليه هذا المناهج هذه المادة بالتحديد وهذا المحتوى بالتحديد كيف أجرأناها؟ الآن كل كلمة مفتاحية وردت في هذه المادة وهي أولا الكفاءة ثانيا وضعيات التواصل وحل المشكلات الثالثة المساهمة في الحياة الاجتماعية إذن تبنى هذا الإطار المرجعي تلت مفاهيم مهيكلة تلت أسس أساسا تنطلقوا في وضع البرامج على أساس هذو تلت أسس هذه أني تكلم على تلت وثائق نعم وكيف أن هذه الوثائق تتمفصل فيما بينها وكل واثقة تأتي لأجرأة الوثيقة التي قبلها ومنها تروحوا دلوا البرامج نعم منها أذو الإطار المرجعي بتاعكم نعم إطار المرجعي إذن أنا بارك نواصلها هنا لا تفضلي الإطار المرجعي الآن إذن هناك ثلت مفاهيم السنها في القانون التوجيهي نعم إذن أولا اعتمدنا المقاربة بالكفاءات يعني يتكلم على الكفاءات اعتمدنا النموذج البناء الاجتماعي لماذا؟ لأننا يتكلم على المساهمة فعليا في الحياة الاجتماعية ونقطة ثلثة اخترنا كأحدى الطرائق النشطة وهي الوضعيات المشكلة إذن هذا الإطار المرجعي الآن تأتي الوثيقة الأخرى لتوضح لنا كيف نتوالي نناول منهجيا هذه الأسس النظرية إذن هنا فقط فيس نجاوب كثير من الأسرة التربوية اللي يقولون نبقيت دائما في النظري الآن حنمشي بهم بهذا التناول إلى داخل القسم يعني من جانبي التقني وسنظهر ما هو الجديد ممتاز اتفضل الأستاذ عبدالعزيز في الوقت أريد أن ننضح من جانب تاريخي التطور المناهج المناهج تعجيل الأول بدأت تطبق في 2003 ثم خرج القانون التوجيهي للتربية الوطنية في 2008 إذن يجب أن المناهج تكون ملائمة ومطابقة مع هذا القانون التوجيهي المهم أنه حدث تطور طبيعي ونحن في 2016 معنا عندنا ثماني سنوات تأخر في مطابقة البناهج مع القانون التوجيهي يعني حبيت تقول المفروض يكون قبل سنوات نعم يكون قبل سنوات والعمل تعليجان اللجنة الوطنية للمناهج والمجموعة المخصصة داما تقريبا عشرة أو أكثر من عشر سنوات ولكن سؤال مطرح الآن سي عبدالعزيز يقول لك جابوا خبراء من الخارج يدروننا منهج لولادنا هذا سؤال مطرح بكثرة عند الرأي العام خبراء من الخارج فرنسيين يدروننا برامج لولادنا ما عندناش خبراء جزائيين دون البرنامج فضل البرامج كتبت من طرف الخبراء الجزائريين من طرف اللجنة الوطنية المناهج والمجموعة المتخصصة وعددهم تقريبا 200 عضو أما فيما يخص الخبراء الأجانب فإن كانت مساهمتهم محدودة جدا في بعض النقاط التقنية حول بعض المثاهي أو من جانب المناهجي بصفة ذيقة للغاية أما كل المناهج فإنها كتبت من طرف ما حقيقة تقليص الحجم الساعي في اللغة العربية والتربيع الإسلامية هل راح تمس مثلا الحجم الساعي تمس بعض المواد المبدأ لاخدنا بالنسبة للمناهج الجيل الثاني هو أخذ نفس الحجم الساعي الذي كان سانيا المفتل معناها كاين وتوى الشيء precautions في الإبتداء في سنة أولى إبتداء منها 11 ساعة واربع بالنسبة لللغة العربية وكل المواد الأخرى بالطبع إنها باللغة العربية نفس الشيء بالنسبة للسنة الثانية يبتدأ أين الحجم الساعي 21 ساعة أسبوعاً بـ 11 ساعة وربع للغة العربية وباقي المواد كلها باللغة العربية. إذن لا يوجد أي تغيير بالنسبة للحجم الساعي الأسبوعي. ماذا اقترحناه هو تمديد عدد أسابيع التدريس في فائدة التلميذ بدل من 28 أسبوع سنوية التي هي خارج قيمة ضائلة جداً بالنسبة للمعدل العالمي اقترحنا 36 أسبوع أستاذة ملكة فضلي سمح لي ندخل في النقطة أننا نعزز الشيء الذي قاله وهو وجود الخبراء الفرنسيين نعم. أنا نقول لك في مادة المتخصى فيها وهي علوم الطبيعة والحياة أكيد كان هناك اتفاقية مع البنود الموضوع هو التنوع البيولوجي بيو ديفرسيتي أكيد هذه اتفاقية دولية سألونا كيف تكفلت بهذه المفاهيم في مناهج الجزائرية إحنا رحنا أبعد من هذا هذا المفهوم هذا حولناه إلى قيمة من القيم التي ننميها عند المتعلم لأن الحفاظ على التنوع البيولوجي ما أصبحش كسابقه في المناهج القديمة محتوى معرفي موضوع معين يدرس هكذا الآن أصبح عبارة عن قيمة من القيم التي ننميها عند المتعلم هذا أكيد راح في إطار اتفاقية دولية أكيد يكونوا خبراء من دول مختلفة إذن هذا الخبراء يقدموا إلى الجزائر طبعا في إطار مفاهيم محددة في إطار ربما ديكتاكتيكية بعض المواد لذلك لكن ما هو شوما ليعدونا المناهج لأن المناهج أنا تكلمت قلت ورح نبين أنها مستلهمة من السياق الاجتماعي للمتعلم طيب اليوم نعطيك أنا السؤال المناهج هذه درتوها وتخرج في العام القادم لتوضع أمام التلميذ كخبيرة كمفتشة كعضو في هذه النجلة الوطنية اليوم الأستاذ يقول لك أو التلميذ أنا شرح يتغير عندي في القسم بهذه المناهج وش رح يجيني جديد هل نبقوا في نفس المراحل السابقة يعني مجرد دروس نقراها ونخرج للدار ونجد ندير امتحان كأستاذة وكسابقة وش رح يتبدل شكرا نزيد نعود قبل ما نجاوبك على سؤال تسمح لي نزيد نعزز الشي قالوا زميلي بالراح وهو على اللغة العربية نزيد نعلم شيء أبعد من هذا أن كل المواد تدرس بلغة العربية خاصة في الطور الأول يعني 100% من المواد هي لغة عربية ونزيد نضيف لك أنها مثلا نأخذ مثال على المادة التي نقدر أن نتكلم فيها بكل الحرية وهي التربية العلمية توجه العلمي الآن لما نتكلم نكتبنا نص علمي للمتعلم العكس أنا أرجعت هذه اللغة وظيفية أكثر مثال بسيط لا لحصل يعني أني بسط لأن حتى تفهمني شريحة كبيرة من المجتمع الآن لما ندير مثلا المعلمة في الفضاء ونتكلم على اليمين اليسار مع تلميذ السنة الأولى نبدأ أول شيء نقوله يميني اليمين تعه بالنسبة إلى جسمه لأن المعلم هو الجسم تعه إذن يمين بالنسبة إلى جسمه يساري إذن هنا راني نوظف أكثر في اللغة العربية يعني نجعلها وظيفية أكثر ودقق فيها إذن أنا نقول لك أنا إذن كل المواد إذن 100% من المواد تدرس باللغة العربية إذن 100% لأن كل المواد رح تساهم وضعناها في المناهج تعنا اللغة العربية في القيم أنها لغة التواصل وهي كفاءة كما نقول عرضية ويجب أن أستعمل هذا المصطلح لأن كفاءة تنمى في كل المواد فيما يتعلق بالسياق تفضل من السياق الاجتماعي تفضل بعض النقاط حولها ماذا يحدث كتغيير نعم أولا نريد أن نطعم المعلمين المحتوى تقريبا هما نفسه ما تغيرتش المحتويات وإنما كيفية التعلم التي فيها نقترح تغيير أو تحسين في هذه الكيفية أعطي مثال في أخصى رياضيات مثلا بدل من إجراء عمليات جاثة بدون يعني معنى إضافة إلى معرفة إجراء هذه العمليات الحسابية نريد أن التلميذ يفهم معنى هذه العمليات مثلا نعطيه بعض العمليات فيها أخطأ ونصب منه اكتشم هذه الأخطأ ولماذا وصحح يعني أنها ليس فقط مجرد إجراء عمليات تقنية دون فهمها توظيف البورد المعرفية ومساهمة التلميذ في بناء معرف ممتاز تفضلي باش نختم النقاشات تفضلي أستاذ الآن فقط سيقو أنه كيفية ننزل إلى القسم بهذه التوصيات شاهد غير للتلميذ وش واحد غير أنا أعطيك أنا مثال أنتم أكتون دولوا في المناهج من أكبر المشاكل للتلميذ في الجزائر ثقة للمحفظة هذه من أكبر المشاكل يعني يمشي في الشارع يشفك يغيظك يعني كأخ أو كأب تشوفوا هزم 15-20 كيلو أنتم موش هتقدموا للتلميذ بهذه المناهج الجديدة شكرا لا أدى لي الوقت تفضلي تفضلي تكلمي بها فقط كنت كملت وصلت عند الإطار المرجعي وهي الوثيقة الثانية كان هناك الوثيقة الثالثة يسمى الدليل المنهجي لإعداد المناهج والبرامج إذن هذه الوثيقة توضحنا توضح أكثر التناول استراتيجيا كيف نتناولوا كل هذه التوصيات كل هذه المبادئ كل هذه التوجيهات كيف نتناولوها نقصر في نقطتين فقط أولا دخلنا مخطط التعلمات السنوي هذا شيء جديد ونحن نبين للجوانب الإيجابية ثانيا دخلنا المقطع التعلمي في بناء الكفاءة ربما اللي يسمعوني يقولوا هذا الشيء كنا نسمعو به سابقا أكيد لأننا مدناش قطيعة لأن في البداية لما كنا في المناهج السابقة كنا المدخل عن طريق الأهداف لكن بينت محدوديتها لماذا؟ لأن الأهدف كل هدف نستهدف به تعلم ما هدف ثاني تعلم آخر هدف ثالث تعلم آخر وبالتالي بقى التعلمات مجزئة بعد ذلك جاءت المدخل الثاني وهو مدخل القدرات والمهارات فعلا جاء قفزة نوعية لكن وصلنا أننا ما عندناش الوضعية التي تحتضن هذا المحتوى وبالتالي ما كانتش يعني ما كانش نجاح كبير في هذه المقاربة وهي القدرات والمهارات مرينا إلى المقاربة بالكفاءة هذا المقاربة بالكفاءة أنا نقوله الجديدة الجديد بما حملته من مقطع تعلمي إذن هذا المقطع كنا نسمعوه سابقا واذا جاء القيمة الإضافية هذا المقطع التعلمي جاء قيمة إضافية أنه أعطى معنى للتعلمات يعني تعلم شيء له معنى ونعطي مثال بهذه الأمثلة أظن أننا دايما نحتاج إلى الأمثلة بس نبسطوا وبس يكون الموضوع نتكلموا مثلا أنا نعطي مثال دائما في المادة العلمية كنا ندرسه مثلا النبات النبات الأخضر خصائص النبات الأخضر ويبقى كل محتوى في جهته لكن ما عندوش معنى عند المتعلم لكن لما نعالجه من جانب أنه النبات الأخضر هو الحلقة التي تدخل لنا الطاقة من العالم الفيزيائي إلى العالم الحيوي وبدون هذه الحلقة ما عندناش وجود في الحياة هنا نعطي معنى للتعلم إذن تصبح هذا النبات الأخضر يجد يعطي له قيمة أكثر هذا المتعلم يعطي له مكانة أخرى ممتاز سأعود لك في رأيك أستاذ ما كنتشوف تفضل تفضل حقا الاقتراح فيما يخص الكتاب الموحد اللي سنة الأولى والثانية سيعالج جزئيا مشكلة المحفظة هناك اقتراحات أخرى فيما يخص أيضا معالجة هذه المشكلة المحفظة هو أن تكون الكتب موجودة في القسم نفسه في خزانة حيث المعلم لديه تصرفه كل سنة الكتب والتلميذ يستعمل الكتب تعمل مدرسة داخل القسم بدون نقلها في محفظته ممتاز نأتيك سؤال آخر سؤال آخر سيدة أنا تعتقد أو كما يشاع بأن هذه الإصلاحات ربما تغير أو تمس بالهوية الجزائرية العكس العكس إنها في اللغاقة كما قلت لك يعني تطبيق تطبيق فعال وكامل للقانون التوجيه في مناهج الجيل الثاني وكل مناهجنا فيها في البداية الكفاءة شاملة ثم القيم والسلوكات والكفاءة العارض كنت تحدثين عن علوم طبيعية وأنه ربما نغير من المفاهيم حتى ربما يصبح للمتعليم له معنى ألا تعتقدين بأنه ما ستقوم به يعقد نوعا ما التعليم لدى التلميذ ربما التلميذ لا يفهم مصطلحات جديدة والأستاذ ربما يخصه تكوين حتى هو باش يعرف كيف ستعالجه القضية الآن نجاوب بالنسبة للمتعلم الآن قلنا المقطع هذا قلنا جاء أن النقطة الأولى ونعطى معنى للتعلمات نقطة ثانية بس نبين أنه العكس سوف يطير اهتمامات المتعلم ويزيد من دفعيته انطلقنا في هذه التعلمات أو المقطع من وضعية مشكلة هذه المشكلة هي مشكلة المتعلم مثلا مشكلة حسبه في الواقع نحسبه في الواقع نطلقه مثال بسيط جدا تقول له تراب مثلا لا يوجد زيت لا يوجد سكر لا يوجد البروتين لكن لما يتغير السجرة فيما روس يكون فيها الزيتون في الزيت مثلا السكر هذا التلميذ سيكون الفضول ثير الدفعية إذن نطلق نعم وبالتالي تكفل بالتصورات تكفل بها أولا قبل يعني يكون الدرس جاء من مشكلة واقع المشكلة لازم يتبنى هذا المشكلة لازم يكون هذا المشكلة بمفاهيم ومصطلحات في مستوى تناول المتعلم ونقول كلمة هنا ربما تقول المفاهيم ربما تكون صعبة إلى خير نحن راح دلنا مستويات لتناول المفهم كل سنة لا يجب أن نتجاوز مستوى نفس المفهم ما نعطوهش خطأ يعني مبسطوح تولي خطأ لكن يبقى صحيح لكن في مستوى تناول الكمل وهكذا تدريجيا حتى نوصل إلى طبعا المفاهيم في النهائي اللي هي تكون مفاهيم وهيكلا أكثر نحن في مرحلة تكوين مستمر للمفتشين والمفتشين سيكونون المعلمين وهذه النقطة أساسية حقا يجب أن المعلم يكون مكون لتطبيق هذه المناهج ويطمئ المعلم فإنه سيكون مكون إن شاء الله للأسف الوقت دهما نسي عبدالعزيز بالراح عضو لجنة وطنية للمناهج التربوية وكذلك مالكة عباد وفتشة مركزية عضو لجنة وطنية للمناهج التربوية شكرا لكم على حضركم في 90 دقيقة أخبار شكرا